قللت تقارير غربية من حضوض رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بالفوز بولاية ثانية موضحة أن فرصه للتنافس على المنصب ضعيفة بعد أن حمله الموالون له والمعارضون أسباب احتجاجات البصرة وذكر الصحيفة الواشنطن بوست أن مرشح الولايات المتحدة المفضل حيدر العبادي لم يعد يملك أي فرصة في الوقت الحالي لتشكيل الحكومة الجديدة مضيفة أن الولايات المتحدة لم تضع سوى القليل من البدائل لهذا المنصب ووقفت خلفه لتجد نفسها الآن وبعد استبعاده غير مؤثرة في تشكيل الحكومة العراقية وتابعت الصحيفة أن التحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى صدر والتحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري طالبا العبادي بتقديم استقالته فورا بسبب الفشل في معالجة مشاكل البصرة بحسب الصحيفة شكرا شكرا